اهلا بكم مجددا معكم نورس علي ونستمر مع تطبيقنا والتطبيق الذي ننشئه كما تعرفون تطبيق او موقع يعني في استخدام تقنية وباك اندسترابي. فالميزة التي نريد اضافتها لفيديو اليوم هي الباجينيشن. بداية الفيديو سأوضح عن هذا المفهوم ماذا يعني وكيف يمكن ان نفكر بالباجينيشن بانشائها يعني وثم سننشئها بشكل عملي. وايضا قبل البدء كالعادة اذكركم بالاشياء التي يجب ان تعرفوها بخصوص تطبيقنا. بداية هذا هو التطبيق وايضا مسار رابطه طبعا كالعادة يكون في صندوق الوصف. يمكنكم الذهاب اليه ومعرفة اين نحن الان فعليا. فذا فعليا نحن بالخطوة ورقم هذه الخطوة بجزء الثاني من مشروع متكامل باستخدام نحن الان هنا. فتقريبا بقي لدينا يعني ربما فيديوهين او ثلاثة. سيكون حول وحول ويمكن ان نضيف فيديوهات اخرى في هذا المشروع حسرا في هذا المشروع. مشروع ريسيبي اذا انتم ذهبتم لمسار او منشور الخاص بالمنشور الخاص بالمشروع. ذهبتم ايضا الى الرابط الموجود في صندوق الوصف مكتوب عليه انه اه شارك ارائك او تعليقاتك. فاذا قمت بنقر على هذا المنشور هنا وقمت بكتاب التعليق مثلا تقول اريد مثلا ميزة فلانية تضاف لهذا المشروع او كيف يتم اضافة ميزة فلانية. كيف يمكن ان نقوم بذلك. فاكتبها هنا. واتمنى ان يكون ذلك سريع. يعني اكتب الان مثلا ان شاهدت الفيديو اكتب الان. حتى استطيع مشاهدت تعليقك وربما اسجل او احضر الفيديو حول النقطة التي اه ذكرتها. فاذا هذا هو بهذا القصوص. اه اما بخصوص فبداية كما قلت سنبدأ بمقدمة عن هذا الموضوع. والشيء الاول الذي قمت به هو بحثت عبر جوجل عن كلمة وبحثت عن الصور. اه ليس البوجل ولكن هذا المحرك الانجين دك دالكو. فاظهر لي بعض الصور هنا اه خاصة بالفاشي نيشن. اريد ان اريكم اياها. ثم نبدأ بالشرف. فمثلا نلاحظ هذه الصورة. هذه التي ظهرت هنا. يوجد لدينا ارقام للصفحات. فاذا نلاحظوا واحد اثنان ثلاثة. اه مثلا اي اخر مثلا مثل هذا تحديدا. فاذا هكذا. وماذا يعني ذلك? يعني اذا ذهبنا الى الوصفات التي لدينا هنا. فلدينا عدد من الوصفات التي ظهرت اه هنا. لو لدي مثلا مئة وصفة ستظهر لي هنا مئة وصفة. اه هذا الشيء فعليا اه يعني غير محسن بالنسبة البرفومانس. البرفومانس. او بالنسبة لا اضاء الصبحة. فمثلا الفكرة الان اه انك لديك مئة ريسيبي. مئة وصفة موجودة بالديتابيس. وانت تريد ان تجريبها مرة واحدة وتعرضها مرة واحدة. تخيل ذلك. فاذا لنذهب الى اه الشرح الخاص بنا. هكذا نحن نشرح. وحتى لو كان مثلا اه الرسم الخاص بي والتوضيحات خاص بي غير جميلة نوعا ما. لكن اعتقد اه تعطيك فكرة. عن تخيل الموضوع. فاذا مرة اخرى هنا لدينا نيكت جي اس. فاذا ذا هذه هي النيكت جي اس والتي هي الفرونت اند. وايضا لدينا الباك اند. التي هي استرابي. فاذا دعونا نكتب هكذا. فاذا هنا الباك اند التي هي استرابي في حالتنا. واسترابي ايضا متواصلة مع قاعدة بيانات. فإذاً هذه هي قاعدة بيانات التي اسمها طبعاً database التي يمكن أن تكون أي شيء. يعني يمكن أن تكون MySQL. يمكن أن تكون MongoDB. يمكن أن تكون بوستري SQL. يمكن أن تكون SQLite. يمكن أن تكون أي شيء. هذه ال database. بوضع development بسترابي ملاحظة جانبية فهي تستخدم SQLite. لا يهم هنا الموضوع. المهم أن استرابي متصلة بdatابيس. والشيء الذي نحن نفعله عندما نجلب الوصفات هنا فنحن نطلب الوصفات من نكتب URL recipe بالمتصفح. فهذا الشيء يرسل لي Next.js أنه أرسلي لي الوصفات. و Next.js ترسل طلب لسترابي. واسترابي تعيد لها الوصفات. فإذاً هذه هي الطريقة. لكن مثلاً لو كان هنا لدي بالديتابيس كما قلت مثلاً لدي مثلاً عشر وصفات. تعالوا نقول لدينا عشر وصفات فقط بالديتابيس. وأنا يعني متأكدة أن فقط سيكون لعشر وصفات. لن يكون هناك أكثر. يعني نحن في هذا السيناريو مثلاً أن لدينا عشر records أو قيود بالديتابيس ونريد أن نجربها من الديتابيس. فالشيء الطبيعي هو أن نرسل طلب فإذاً هنا request. ليسترابي. أرسل لي الوصفات. واسترابي سترسل response بالوصفات. إذاً هذا الشيء يعني سهل جداً. لا مشكلة به. و يعني وضع ممتاز. طلبت عشر وصفات جاءتني عشر وصفات. طيب. ماذا لو كان لدي هنا بالديتابيس. ليس لدي عشر وصفات بل لدي عشرة آلاف وصفة. تقيل معي. عشرة آلاف وصفة. وهذا شيء طبيعي. إذا كان في موقع آآ متخصص بالوصفات. وكل شخص يدخل للموقع يضيف وصفاته. فإذا دخل مثلاً آآ مئة شخص ووضع مئة وصفة. أصبح لديك الآن آآ يعني دخل آلاف شخص وأدخل على كل واحد منها منهم عشر وصفات. أصبح لديك عشرين آلاف وصفات. إذن الوضع يعني طبيعي جداً أن يكون لديك هذا العدد من الوصفات في قاعة البيانات. فتخيل بالوضع الطبيعي الذي نحن الآن نتعامل معه. أو بالوضع الحالي ليس الطبيعي. بوضع الحالي نتعامل معه. أرسلنا للسترابي طلب. اجلب لي الوصفات. فإذا بالوصفات. واسترابي ماذا فعلت ستجلب لنا عشرة كي من الوصفات. هنا. أو من الباك أنت. فإذا قلنا لها اجلب لنا كل الوصفات وجلبت عشرة كي من الوصفات. هذا الشيء يعني تخيل معي خطورة هذا الموضوع أو آآ يعني فكرة هذا الموضوع. أنت ستجلب عشر وصفات عشرة عشرة كي يعني عشرة آلاف آآ آآ عشرة آلاف آآ عشرة آلاف المعلومات ستحمل. فالفكرة هنا هو أنه يمكننا أن نحل هذه النحل هذه المشكلة بتحميل عدد كبير من المعلومات بتقسيمها. بتقسيم هذه الأمور. ماذا يعني ذلك؟ يعني لدينا هنا عشرة كي وصفة فربما نقسم ها لمثلا لي آآ 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 ألف صفحة وكل صفحة فيها عشرة وصفات. فظل ما نحلد في الصفحة الواحدة من هنا. هذه الصفحة نحلد فيها 10 وصفات. وهنا في الأدنى نعطي اي اه ارقام لعدد الصبحات. فيمكن ان ينتقل للتالي التالي التالي كما هذه الصورة موجودة هنا. فيمكن ان يذهب مثلا الصفحة الاولى فيها 10 وصفات. ثم الصباحة التانية فيها 20 وصفة. الصبح التالية Perfect. الصباح التانية سيكون فيها 10 وصفات ايضا. لكن من رقم عشرة او من رقم احدى عشر لرقم عشرين من الوصفات وهذا. طبعا الان اصبح لدينا مفهوم دعونا نضعه على الجانب. مفهوم خاص بالفاشي نيشن. وهذا المفهوم هو آآ ماذا سأضعه هنا زهري مثلا نسميه بالبنك نضع الاسم. فاذا او هو نفسه ويعني هذا الكلام ان كم عنصر تريد ان تعرض في الصفحة. فاذا هذه النقطة جدا جدا يعني هذه العنصر او هذا المتغير او هذا يمكن ان تعتبره ماذا تريد ان تسميه تسميه. هذا جدا مهم لموضوع انما تفكر بباشي نيشن. وهذا يعني ان كم عنصر تريد ان تعرض في الصفحة. فالعنصر اه في حالتنا قلنا عشرة عناصر. ما تقول اريد عنصر واحد. ما تريد خمسة ان تحر كم عدد العناصر التي تريد ان نتعرضها بالصفحة. طبعا مرة اخرى حتى نركز هذا المفهوم ماذا يعني عدد العناصر يعني كم وصفة تريد ان تعرض هنا تريد واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع عشرة فاذا تلاحظوا هنا يتم عرض اثنى عشر وصفة وهي التي لدي فعليا في الديتابيس. فهنا تم عرض اثنى عشرة وصفة. انا لا اريد مثلا اثنى عشر. اريد ستة وصفات في الصفحة الواحدة والتالي سيكون لدي هنا في حالتي الحالية يكون لدي آآ في الوضع الحال يكون لدي صفحتين. فاذا هذا هي آآ آآ هذا هو مفهوم اول فكرة يجب ان تفكر بها كم عدد العناصر في الصفحة. الفكرة رقم اثنين عدد كل العناصر التي لدي. يعني بالديتابيس كم عدد كل العناصر. او في حالتنا يعني العدد كل في المثال الذي وضعته قبل القليل كان عشرة في الحالية التي تعامل معها اثنى عشر عنصر. فاذا هذا جدا مهم. فاذا ارد ان اعرف مثلا عدد العناصر عدد العناصر التي عدد العناصر التي عدد الصفحات عفوا. اريد ان اعرف عدد الصفحات التي ستكون لدي هنا يعني مرة اخرى اين هي الصورة الجميلة? هذه هي الصورة الجميلة التي وجدناها هنا في البحث. فلاحظوا هنا يوجد لدينا خمسة صفحات. وهنا دعونا نتجاعل هذه. نتجاعل هذه الاسهم او ربما نفكر فيها السابق التالي. نفكر بها كهذا. لكن لاحظوا هنا لدي خمسة صفحات. فكيف فاعرف ان يجب ان اعرض هنا خمسة صفحات? فكيف يمكن ان اعرف اه هذه الارقام التي اريد ان اضعها? الاضع واحد فقط? الاضع واحد واثنين? واحد اثنين ثلاثة? كام? اه اذا انت مركز او ان لديك تركيز كافي يمكنك ان تعرف. طالما لدينا total number of recipe ولدينا عدد ال items per page. فبكل بساطة يمكن ان نقوم بعملية حسابية ان نجد فيها number of pages. والnumber of pages يكون هو عدد العناصر الكلي تقسيم total عفوا. عفوا. تقسيم ال page size. ال page size. فاذا كان لدي مثلا عشرة كي. لنفترض عشرة كي من ال recipes. ولدي اه عدد العناصر في الصفحة اريد ان تكون عشرة. فبالتالي سيكون لدي هنا الف صفحة. جيد? فمفتاز. انت الان تقول اصبح لدي الف صفحة. فالشيء الذي ساقوم به انا فعليا. هو انني ساعرض هنا ارقام واحد اثنين ثلاثة اربعة. جيد. على سبيل المثال. ثم. فما الشيء الذي فعليا سيحدث هنا. الشيء الذي سيحدث ان عندما يقوم الشخص بالنقرة على الزر الاول. هنا. على الصفحة الاولى. nextjs. فضلا اين هو nextjs. سترسل ريكوست للباك اند. هذا الريكوست ستقول لها اجلبي لي الصفحة رقم واحد. هنا بالباك اند. اذا كانت الباك اند مصممة ان يكون فيها خاص بها. فهي تعرف ان تريد ان ترك الصفحة رقم واحد. ستذهب وتطلب من الديتابيس. اجلبي لي العناصر من واحد لعشرة. فقط. الديتابيس ستعيد ريسبونس للباك اند. دعونا نقول هكذا او اورانج. بعد ان الديتابيس ستعيد طلب للباك اند بعشرة عناصر فقط. وبالنكس جي اس بعشرة عناصر فقط ريسبونس. فيها فقط عشرة عناصر او فيها فقط الصفحة الاولى. فلاحظوا البرفومانس كيف تحسن معنا هنا. ان بدلا ان نطلب مثلا عشرة عشرة من العناصر. نحن طلبنا فقط عشرة عناصر. وتحنا للشخص ان ينقر على الصفحة التي يريد. اذا اراد الصفحة رقم اربعة فنفس الشيء. ستذهب نيكس جي اس سترسل ريكويست. اجلبي لي صفحة رقم اربعة. ستذهب سترابي مثلا في حالتنا او الباك اند. ستذهب الديتابيس وتطلب منها الصفحة رقم اربعة. سبعة رقم اربعة سيكون فيها مثلا عناصر من واحد وثلاثين لاربعين مثلا. ستجلبها فقط وتجلبها الينا. وهكذا تحسنة جدا. فاذا هذه المشكلة التي تحلها فكرة الفاجينيشن. فاذا هذه الفكرة. ان نقسم عدد العناصر على صفحات. من اجل ان لا نضغط على الديتابيس ولا نضغط ايضا على الفاند اند. لا نضغط على اي قسم من الاستاك الخاص بنا. لان بالنهاية نحن نريد ان نؤمن تجربة افضل للمستخدم. ان لا يتم تحميل عدد كثير من العناصر في الصفحة. وايضا تجربة افضل او تحسين اداء افضل للديتابيس. لا نريد ان نطلب منها كل شيء موجود فيها. نريد ان نطلب فقط ما نحتاج. فاذا الان انتهينا من هذا الموضوع ان موضوع انتهينا من موضوع ان يعني فكرة واي فكرة تحلها وكيف يمكن ان نفكر بها. لكن الموضوع الثاني الذي اريد تحدث عنه بموضوع هو كيف فعليا من اي جهة الستاك يمكن ان نفكر بالباشي نيشن. فاذا مجددا سارسم المواضيع. فاذا هنا لدينا نيكس جي اس. اقول نيكس جي اس. وهنا لدينا سترابي. سترابي ماذا لونها? فلا مشكلة. هادي هي سترابي او هادي هي الباك اند. وايضا لدينا ديتابيس جميلة هنا. فاذا هادي هي ديتابيس. جيد. فالان الفكرة ان يمكن ان اقوم بطبعا نيكس جي اس طبعا. عفوا. نيكس جي اس. نيكس جي اس فيها كلاينت. وايضا فيها سيربر. هذا شيء اتفقنا عليه. طبعا بالفيديوهات القادمة سنتعامل كثيرا مع هذا المفهوم. واذا لدينا كلاينت ولدينا سيربر بالنيكس جي اس نفسها. فالآآ يمكن ان نفكر بالموضوع كالتالي ان نيكس جي اس تطلب ريكوست. ريكوست من الباك اند. وتطلب منها الام كل العناصر الموجودة فيها. مثلا لدينا هنا مئة ريسي بي. مئة ريسي بي فقط. فهذا ستجلبها ويصبح لدينا هنا بنيكس جي اس مئة ريسي بي. فهنا بنيكس جي اس بالسيربر هنا نيكس جي اس مئة ريسي بي. ويمكن ايضا ان نحمل المئة ريسي بي ايضا بالكلاينت. آآ بالكلاينت. والشيء الذي سنقوم به ان بداخل الكلاينت هنا نقوم بعملية التقسيم. يعني هنا بالكلاينت نقول نريد مئة ريسي بي. نريد ان نعرضها بعشر صفحات. يعني كل صفحة فيها عشر عناصر. وهنا بالكلاينت ناخذ المئة ريسي بي من هنا ونقسمها آآ وننشئ الريسي بي. وهذا الشيء يعني جيد. لا بأس به اذا كان عدد الريسي بي لدينا قليل. وايضا اذا كان او يعني عدد الايتمس قليل بشكل عام. وايضا اذا اردنا مثلا ان نحسن تجربة المستخدم. ان لا نطلب من السيرفر في كل مرة نريد صفحة جديدة. فنريد ان نجذبها كلها ويتم التقسيم بجهة الكلاينت. وهنا في هذا الحالة اسمها يعني بمكان الكلاينت بالمتصفح انا اقوم بالتقسيم. هذا شيء جيد لمشكلة به ولديه حالة استخدام. يعني نستخدمه في حالة لدينا عدد ايتمس قليلة ونريد انه حسن تجربة المستخدم بهذا الخصوص. يوجد من نوع اخر هو هو على الاغلب الذي سنقوم به وايضا على الاغلب الذي هو يعني المفيد برأي طبعا برأي الشخصي برأي المتواضح لانه بكل بساطة اه مهما كان عدد العناصر فيمكن ان نجعل السيربر هو الذي يقوم بالباجينيشن ونطلب منه هذا الموضوع. الان ساشرح واوضح. فمثلا اه كما شرحت قبل قليل ان نتجه اس ترسل وتقول له اكسل لي الصفحة الاولى. هنا بداخل الباك اند بداخل الباك اند يوجد باجينيشن خاص بها وهي التي هي يعني هنا هي التي تطبق الباجينيشن وهذا ليس موضوع سهل فعليا هو هنا الشيء الذي ستفعله ان اذا تم ارسال مثلا ارسل لي الصفحة الاولى وحجم هذه الصفحة يساوي عشرة وارسل لي الصفحة الاولى فالباك اند ستأخذ هذه المعلومة وستأخذ هذه المعلومة وهنا يوجد آلية معينة برمجة خاصة موجودة هنا فستفهم الباك اند انها تريد عدد العناصر من واحد لعشرة من الديتابيس فستذهب ماذا ستفعل ستذهب للديتابيس هنا وستقوم بامر بالديتابيس امر اسكيو ايل اذا كنا نتعامل مع ديتابيس اسكيو ايل وستطلب منها ان مثلا بالامر سيكون هناك لمت مثلا العناصر لعشرة سنضيف لها مثلا افست معينة نريد مثلا من واحد لعشرة هذا امر ديتابيس والديتابيس ستجلب هذا نفسه وتعيده هنا وترسله كا وهذا النوع من الفاجينيشن اسمه سيربر فاجينيشن لماذا لان السيربر هو الذي يهتم به موضوع التقسيمات الكلاينت ليس عليه سوى ان يقوم بالطلب وارسال المعلومات يعني الكلاينت عليه ان يطلب انا اريد الصفحة رقم واحد اريد الصفحة رقم اثنين وحجم الصفحة عشر فقط او حجم الصفحة خمسة او ستة او الاخرين جيد فاذا هذا هو مفهوم الباجينيشن طبعا اه انا اعرف ان الشرح طال ان نحن تقريبا نشرح ان هذا الموضوع بربع ساعة اه ولكن هذا شيء مهم انت هذا المفهوم الذي انت تعلمت عن الباجينيشن يمكنكم ان تأخذه معك لأي تقنية وان اه تطبقه فاذا الان سنتطبق هذا المشروع بآآ بنتجة سنبدأ مع انشاء كومبونت اه كومبونت باجينيشن فاذا ابقوا معي لنبدأ فاذا الان سنبدأ مع انشاء كومبونت الباجينيشن طبعا واكددا نقدر عن الرسم يعني اخبروني بالرسم بالمنشور الخاص من هل الرسم الذي ارسمه انا سيئ ام مفهوم ام يشعركم انكم تفهموا الامور بشكل افضل من ناحية اه يعني تصوير الامور على اي تحال فاذا الان هار هي ملفات مشروعنا اه اريد انشاء كومبونت اسم هذي كومبونت اه فاجينيشن فاذا فاجينيشن جيد ممتاز فاذا بداية سننشئ هذا بهذا الشكل وسنقوم اكسبورد ديفولد فاجينيشن وهذه سيكون بداخلها ناف او عفن سنقوم بريترن سنريترن ناف هنا او يو ال يمكن ان نجعل فيها فقط يو ال لان هذا يبارا ستكون عند روابط او يمكن ان نتركها ناف ونضيف فقط فيها اي تاب ما رأيكم بدلا ان نضيف فيها ال اي يا صح يعني الاثنين بخصوص بخصوص هنا ساضيف لينك طمعا هذا لينك نيكس جي اس فاذا ساقوم بيمفورد له او كده لينك بروم نيكس لينك وهنا بهذا اللينك بقية كما هو فعليا الان واكتب هنا بريبيوس فقط هكذا ربع سيطلب مني يوريل ساضيف يوريل عادي الان بهذا الشكل فاذا هذا هو لينك ايضا ساضيف لينك اخر وهنا سيكون مثلا واحد ولينك اثنين ساضع فيه اثنين والبريبيوس ايضا سانسخها هنا واكتب عفوا سيكون هنا نيكس فاذا الان لو ذهبت الى الصبح الرئيسية دعونا اذهب الصبح الرئيسية هنا تروها بالخلفية افضل فاذا هكذا اذا ذهبت الصفحة الرئيسية فاذا بايجز اندكس وقم باستيراد هذه الكمبوننت الذي هي الفاجينيشن قم باستيرادها هنا بالاندكس وهنا باللي اوت هنا قبل الدب هكذا قم بجلب هذه الفاجينيشن وضعتها هنا فيفترض الان ان تظهر ها هي لاحظوا ها هي العنوان هنا يغطيها الان سأريكم اياها اه فسأضع هنا بالباجينيشن هنا بالناف سأضيب style سأضيب هنا margin bottom عشر ريم مثلا حتى تدروها فاذا اللي نرا هل ستدروها نعم هكذا فاذا ها هي لاحظوا ها هي فاذا الممتاز الآن سأغير بعض الاشياء عليه هذه الكمبوننت فبداية سأضيف classes لها ما ريكم ان اضيف classes فاذا بداية هذه الناف هنا سأضيف لها class name سيكون اسمه styles اه وهنا في الاعلى سأقوم بجلب هذه الان سننشئها لم ننشئها بعد فاذا ايضا سنضيف لكلاس لهذه الكمبوننت لكلاس لهذه الكمبوننت وطبعا ستكون مسار واحد الاعلى و styles واضح اه ايضا هنا بالclass name هنا باللينك هنا سنضيف ايضا class name styles page item وهذا سأكررها كده وامسح هذا هنا فاذا هنا سنسميها next وهذا مدعين اتنين وهذا واحد ممتاز طبعا سيقول لي هذه الموديول غير موجودة بالنسبة لل style فعليه انوضيفها فاذا سنضيف class اسمه pagination او ملف موديول خاص بالستايلات اسمه موجود موجود بمجلد styles فاذا بداية سنضيف هنا سأعطيها مثلا ستين بالمئة اه سنجد علىها طبعا الان سامسح التي اضفتها فوق تحت سنضيفها كده حتى نوسطها طبعا انا قمت بتسميتها بشكل خاطئ تسميتها بشكل صحيح module.css وايضا سأضيف لها background ستكون هي primary color وسنجعلها text align center وسنضيف لها margin top مثلا ليس بالضروري هذه margin top فاذا تظهر بهذا الشكل الان الان سأضيف لها height الان ستروا لماذا ليس بالضروري لكن انا اريد ان اقوم ب style معين فقط يعني للتغيير الان page item كل واحدة منها سيكون لها background white وسأضيف لها padding اه بهذا الشكل وايضا border سيكون عبارة عن one pixel solid اه و primary color ساجعل طبعا كونه هذا link سأقوم بمسح ال underline text decoration ربما كتبتها خطأ لا عارف ما رأيكم اه نعم هنا هكذا يجب ان تكون جيد وسأعطيها color dark نوعا ما هكذا اه اما بحيث طبعا لاحظوا هي تظهر في اسفل في خلف terminal يمكنكم رؤية تغييرات فاذا اذا كان هناك hover اذا قام الشخص عليها طبعا ساجعله background اه hover لاحظوا انا دائما اخذر بكلمة hover للاسف فالان هذا بالنسبة للhover وايضا اذا كان العنصر active الان سأضيف classes خاصة بالactive ف يعني اذا تم تحديد صفحة معينة انا اريد ان يعرف الشخص ان هذه الصفحة التي يجاهدها فسأعطيها سأعطيها background color secondary وايضا اذا كان لا يوجد صفحات معينة فستكون مثلا لا يوجد next لا يوجد next لا يوجد previous فانا اريد هنا بالcursor ان يكون not allowed والbackground ان تكون great اذا الان لنرى التغييرات كيف لاحظوا هذه الفاجينيشن التي انشأناها طبعا هنا لدينا previous next كما تعودنا يمكن ان نغيرها للعربية من خلال من خلال يعني من خلال المسجز فاذا ذهبت الى هنا الى صفحة ال هنا بالاعلى وقمت بي ملف المسجز ملف المسجز ملف بهذا الشكل dot js واقوم بانشاء هذا الملف طبعا فاذا المسجز فاجينيشن dot js اقوم بانشاء constant messages وهنا سنكتب previous الان ساكتبها وهنا next وايضا اكتب export default messages وهنا بالprevious اكتب السابق يعني الصفحة السابقة وبالnext اكتب التالي يعني الصفحة بتالي واعود للفاجينيشن هنا اين اعود اعود لهذا هنا واقوم ببدلا من كتابة هنا previous اكتب messages dot previous وبدل كتابة هنا next اكتب messages messages dot next واضح اذا ممتاز فاذا لاحظوا الان ظهر لدي باللغة العربية اه طبعا بخصوص هذه الارقام الموجودة هنا فانا اريد ان تكون يعني هذه الارقام تكون يعني حسب عدد الصفحات الفعلي انا وضعتها هنا hard coded بشكل مباشر كتبت واحد اثنين لكن فعليا انا لا اريد هذا فلو انا حصلت مثل هذا الرسم التوضيحي اذا حصلت على page size وحصلت على total وقسمتها فيمكن انا احصل على number of pages فعليا هنا انا لا اريد ان اقوم بهذه الحسابات انا اريد ان امرر بشكل مباشر لcomponent pagination هنا اريد تمرير لها بشكل مباشر الباجز number of pages او total pages وايضا اريد تمرير بشكل مباشر الصفحة التي فعلا يعني الصفحة فعلا التي تم تحديدها وهنا ساقوم طبعا لدي total pages total pages ربما يكون لدي خمسة مثلا فانا اريد مثلا من انشاء array فيها من واحد لخمسة فبجاباسكريبت يمكن ان اقوم بذلك من خلال ساقوم بهذا الموضوع لن اشرحه ربما بشكل واضح انت عليك ان تفكر به هذه من اساسيات جاباسكريبت فاذا انا ساقوم باخذ array from اريد انشاء array from وطول هذه الاراي سيكون هو total pages جيد وهنا ساقوم ب لا اريد هذه الاراي ان تكون من zero لواحد من zero مثلا لخمسة اريدها ان تكون من واحد لخمسة فبالتالي سيكون هنا ساقوم بانشاء function ساعطيها function اخر هنا هذا سيعيد من هذه الاراي الاندكس بلس واحد فاذا الان لو قم بconsole.log لل page number لكن قبل ان اقوم بهذا يجب ان امرر هذه المعلومات هنا لفاجينيشن التي استخدمتها بالاندكس فاذا هنا بالاندكس لدينا فاجينيشن فيجب ان امرر لها total pages مثلا اريد total pages مثلا خمسة وايضا current page دعونا نقول ان current page هي اثنين فاذا الان لو عدنا الى هنا فاذا ما الشيء الذي سيحدث لا شيء لكن اذا قلنا ب inspect element وconsole.log هنا لاحظوا لاحظوا هذه الاراي كذا من واحد لخمسة فهنا مرة اخرى نعود ل اصبح لدينا اري من واحد لخمسة فيمكن ان نقوم هذه الاراي اسمها page number فيمكن هنا ان نكتب هكذا page numbers او نكتب هنا اذا كانت total pages مزود لدينا فسناخذ page number .map وكل عنصر هنا او كل page سنقوم باعادة منها link هنا هذا link سنعطيه key الذي سيكون الاندكس نفسه وهنا سيكون رقم الاندكس نفسه هنا باسمه هكذا ونعطيه مثلا حاليا href مثلا ماذا نعطيه href مثلا هكذا فقط بهذا الشكل فاذا الان هل يوجد خطأ يبدو لا يوجد خطأ ممتاز فاذا لاحظوا ظهر لي 1,2,3,4,5 بهذا الشكل لانه لم اعطيها class هذا لم امسحها فاذا امسحها واعطي الباقي classes فاذا هنا هذه link يجب ان تاخذ class name هذا styles page item فاذا الان جيد فاذا لاحظ ظهرت معي الارقام من 1 1 لخمسة طبعا لم تظهر مثلا من 1 ظهرت تجاه هذا يمكن ان اجعل هذه الاري في الاعلى هنا ان اضيف لها بعد ان ينشئ هذه الاري ان اطبق عليها reverse حتى اعكسها فاذا الان لاحظوا فاذا الان ظهرت بهذا الشكل فانا قم بانشاء component فاذا ممتاز bravo احسنتم انكم تابعتم لهنا لهذه النقطة طبعا بالدرس القادم سنكمل سنجعل هذه الاري تعمل فاذا هذي مجرد شكل الان سنجعل هذه الاري تعمل بعدها في الدرس القادم فاذا نلقاكم لاحقا اشتركوا في القناة